شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين المحدث الكليني رحمة الله تعالى عليه في كتابه الكافي عقد بابا بعنوان الاهتمام بأمور المسلمين وفي هذا الباب ينقل رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما في هذا الحديث يقول من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم ومن سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم في هذا الحديث الشريف هناك كلمات ينبغي أن نتوقف عندها قليلا الكلمة الأولى كلمة الإهتمام ولم يهتم ما هو معنى الإهتمام؟ عندما تراجعون كتب اللغة تجدون أن كلمة الإهتمام تطلق على معنيين المعنى الأول هو الإغتمام هذا المعنى مذكور في كتاب صحاح اللغة الإهتمام الإهتمام يعني الإغتمام يعني الهم يعني الحزن واحد عندما يسمع أن مسلما من المسلمين تورط في مشكلة ابتلي ببلية الآن بلاد المسلمين تعج بالمشاكل والمظالم وعمليات القاتل وعمليات التهجير وعمليات الذابح على الهوية حتى الأموات لم يسلموا منهم كما نقلوا أن الجنازة كانوا ينقلونها إلى النجف أو إلى كربلاء هؤلاء أعداء أهل البيت جاءوا وقطعوا رقبة هذا الميت الإنسان عندما يسمع هذه المآسي والمظالم يهتم بها يعني يغتم لها يعني يحزن لها هناك كلمة لطيفة يقولها أحد العلماء يقول غالبية الأفراد أنانيون إلى أبعد الحدود يعني كل تفكيرهم ذاتهم إذا يقال لهم ألف واحد قتلوا في المنطقة الكذائية لا يهتمون بذلك يعني لا يشعر بالحزن لذلك أما إذا سن من أسنان توجعه أو عند مشكلة بسيطة في حياته يتألم لها ويقلق لها ويحزن هذا يعبر عن نوع من الأنانية الإنسان لا يهتم للآلام الكبرى للآخرين ويهتم حتى بالمشاكل الصغيرة التي يعاني منها هذا هو المعنى الأول للاهتمام المعنى الثاني الذي يذكره بعض اللغويين للإهتمام يعني القيام بالأمر يعني حل المشكلة يعني المساهمة في حل المشكلة هذا المعنى مذكور في بعض كتب اللغة الأخرى ولعله الشيء اللي يمكن أن يقال أن هناك ملازمة طبيعية بين المعنيين إذا واحد اغتم لأمر يقوم بأعبائه إذا واحد قام بأعباء أمر فإن هذا يكشف عن الاهتمام بهذا الأمر الاهتمام القلبي ينعكس على العمل الخارجي والعمل الخارجي ينبع عن الاهتمام القلبي هذه كلمة في معنى الاهتمام الكلمة الثانية من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين علماء الأصول وعلماء اللغة يقولون كلمة أمور تدل على العموم هذه الكلمة الجمع المضاف يدل على العموم أمور المسلمين يعني كل أمر من أموره هذا يشمل الأمور الدينية ويشمل الأمور الدنيوية جميع الأمور واللطيف في هذه الرواية الرواية تقول من أصبح أصبح يعني دخل في الصبح يعني واحد أول ما يقوم من النوم بعد الفاجر يفكر في أمور المسلمين إحنا إذا عدنا قضية همنا إذا شاب من الشباب عنده امتحان الامتحانات النهائية أول ما يقوم من النوم يفكر في ماذا؟ يفكر في امتحانه لأن القضية تهمه إذا واحد عنده تجارة مهمة يتوقف عليها نجاحه أو فشله هذا أول ما يقوم من النوم يفكر في ماذا؟ يفكر في هذه التجارة الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أول ما يستيقظ المسلم من نومه يجب أن يفكر في أمور المسلمين الأمور الدينية والأمور الدنيوية ويحاول أن يساهم في حلها بمقدار الإمكان هذه علامة الإسلام وعلامة الإيمان هناك حديث راجعوا هذا الحديث في وسائل الشيعة للحر العامل يا رحمة الله عليه يقول الراوي كنت مع الإمام الصادق صلوات الله عليه في حالة الطواف ويد في يده وفي نسخة أخرى ويده في يدي في بيت الله الحرام في حالة الطواف عند الإمام المعصوم ويده في يد الإمام المعصوم ويد الإمام المعصوم في يده يقول في هذه الأثناء وإذا برجل خارج المطاف يشير إلي عند حاجة إحنا إذا كنا في مكان هذا الرجل ماذا كنا نفعل؟ يقول فأشرت إليه بيدي يعني انتظر قليلا حتى أكمل الطواف الإمام الصادق صلوات الله عليه التفت إليه وقال هل يريدك هذا الرجل في حاجة؟ قلت نعم قال اقطع طوافك وقضي حاجته قضاء حاجة مؤمن أو مسلم أفضل من الطواف حولك الكعب قلت للإمام وإن كان الطواف مفروضا يعني الطواف واجب واحد أول مرة رايح للحاجة الحاجة الواجبة قال نعم حتى إذا الطواف واجب يعني في حج واجب اقطع طوافك وفي حديث عن الإمام الصادق صلوات الله عليه لقضاء حاجة مؤمن أفضل من طواف وطواف وطواف حتى عد عشرا قضاء حاجة مؤمن فينبغي علينا أن نهتم بهذه الأمور حل مشكلات المسلمين كل واحد بقدر إمكانه أحد الخطباء يقول كنت أمر عليه في يوم من الأيام رأيت عنده معمار معمار يعني مهندس الأبنية جالس عنده وعندهم قلم وورقة يكتبون فتعجبت لأنه أنا أعرف ذلك الرجل ما عنده الآن تعمير أو عمارة أو بناية مرة ثانية مررت على محله بعد فترة رأيت ذلك المعمار أيضا جالس عنده ويكتب ويتكلمان أدت مرات تكررت هذه القضية فتعجبت يقول شفت المهندس قلت له ماذا عندك مع هذا الحج قال صديقي أزور وحاول أن يتكتم على الموضوع القضية ما كانت زيارة فقط زيارة وحساب وكتاب ولم يقل لي شيئا أنا عرفت أن في القضية السر هذا المهندس لا يريد أن يكشف ذلك السر يقول بعد فترة ذلك الرجل المؤمن المتدين مات فرأيت ذلك المهندس في مكان فقال لي المهندس الآن حان وقت كشف السر هذا كان سر بيني وبين هذا الحج وأنا كان كنت مؤتما على إخفاء هذا السر الآن بعد ما مات بعد ما كمانع من كشف السر فقلت له وما هو ذلك السر قال هذا الحج كان مهتم بشؤون الفقراء والمساكين والمعوزين الآن الدنيا مليئة بالفقراء والمساكين أكو بعض الناس حتى خبز لا يجدون حتى يأكلوا لقمة خبز بعض المسلمين الآن يأكلون أوراق الأشجار يأخذون أوراق الأشجار لأن حتى خبز ماعدهم يأخذون أوراق الأشجار ويطحنونها ويعطونها لأطفالهم ونحن الحمد لله نعيش في نعيم إذا أردنا أن تدوم لنا هذه النعم يجب أن نهتم بالآخرين يجب أن نشارك الآخرين يمكن آه من هذه الآهات آهات هؤلاء الفقراء تأخذنا وتغير النعم لا سمح الله علينا بعض البلاد كانت مركز لا أسميها من مراكز التجارة العالمية والآن من البلاد الفقيرة يعني إحنا لن نصور أنه هذه النعم اللي عندنا سوف تدوم إلى النهاية أكو طريقة واحدة لبقاء هذه النعم وهي الإنفاق على عباد الله الإهتمام بعباد الله مشاركة الآخرين في معايشنا واحد بالمئة نجعله للفقراء تسعة وتسعين إلنا واحد بالمئة هذه ضمانة دوام النعم يقول هذا الحج بين فترة وأخرى كان يطلبني ويقول لبيت العائلة الفلانية تهدى مطر جاي هذا السر بعد فترة يطلبني ويقول بيت الفلاني يحتاج إلى إصلاح اذهب وأصلح بيتهم وهكذا كان شأنه ولكنه كان يتكتم على ذلك إخلاصا لله سبحانه وتعالى في عمله الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول الله الله في الفقراء فأشركوهم في معايشكم يعني اجعلوا لهم نصيبا هذا الشيء من أفضل الأعمال المقربة إلى الله في الحديث أقرب الناس إلى الله أنفعهم للناس هذا الشيء ضمانة بقاء النعم هذا الشيء ضمانة زيادة النعم وهناك شيء أضيفه لكم يقوله علماء النفس وهذا الشيء أن الذين يفرجون هموم الآخرين يساهمون في كشف غمومهم يسعون في قضاء حوائجهم هؤلاء لا يبتلون بالهم والغم والكآبة والأمراض النفسية الأفراد الذين يعيشون في ذواتهم لا يهتمون بالآخرين هؤلاء عرضة للأمراض النفسية عرضة للكآبة الآن مرض العاصر الكآبة النفوس كئيبة القلوب ميتة البسمة مو موجودة على الشفاح الفرحة مو موجودة على القلوب إحدى الأشياء التي تدفع عن الإنسان الحزن والغام والقلق والكآبة أن يسعى في حل مشكلات الآخرين ولتوكلون واحد فقط انتوا اذهبوا اذهبوا إلى بيوت الفقراء شاهدوها عن قرب أمير المؤمنين صلوات الله عليهم كان يتمكن يوكل واحد أن يذهب إلى بيوت الفقراء ولكن هو كان يذهب يذهب ويجلس معه ويمسح على رؤوس الأيتام حتى قال بعض الناس إننا كنا نود أن نكون أيتاما حتى يمسح أمير المؤمنين على رؤوسنا اذهبوا إليهم امسحوا على رؤوسهم ساعدوهم اطردوا الهم والغم عنهم الله تعالى يتوجه إليكم بعنايته أكثر فأكثر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصول الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي